يمكن للسعودية أن تتنازل عن كبريائها أمام ميليشيا تسببت بحرب ضروس على اليمنيين صحيفة والستريت جورنال الأمريكية أكدت أن السعودية وافقت على وقف إطلاق نار جزئي في أربع مناطق باليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان الحوثيين وقف الهجمات ضد السعودية ومطالبتهم الرياض برد ممثل لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي من جانب السعودية لكن الصحيفة الأمريكية قالت إن الرياض بصدد توسيع وقف إطلاق النار ليشمل أجزاء أخرى من اليمن في الواقع لا تأبه السعودية لحقوق المدنيين في اليمن فقد زادت من وطيرة استهداف مقاتلاتها لحياة المواطنين اليمنيين آخرها مجزرتان بشعتان في محافظتي عمران والظالع راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحة ولم تتوقف مقاتلاتها عن استهداف مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في عدة محافظات منذ الأسبوع الماضي ثمت تحركات دولية وإقليمية لتفعيل عملية الحوارات والمباحثات لوقف الحرب وسبق للأمم المتحدة على لسان مبعوثها إلى اليمن مارتين جريفث أن رحبت بعرض الحوثيين واعتبرته بسالة قوية ورغبة في إنهاء الحرب وتعد تحركات أمريكا بوصلة مهمة لفهم ردة الفعل السعودية فقد رأت واشنطن في وقت سابق أن العاصمة العمانية مسقط مكان ملائم لأية مباحثات مع الحوثيين ويبدو أن تصاعد استهداف مناطق النفط داخل العمق السعودي هو ما دفع أكثر لتحرك هذه الجهود والتفكير عمليا في وقف الحرب أو تحييد عصب الطاقة العالمية عن السهداف فهل ستستجيو السعودية لهذه التحركات وترضخ أخيرا للوقف الشاملي للحرب في اليمن؟